موسيقى اجت سفانة بنت حاتل الطائي راحوا الجيش الاسلامي غزوا عشرتها جابوها هي وكل نسوان العشيرة بنات العشيرة جابوهن أسارة سبايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتم الطائي عنده ولد وبنت الولد اسمه أظن عدي عدي بن حاتم الطائي والبنت اسمها سفانة عدي أخوه شرد انهزم هاي جابوها أسيرة دخلت الأسيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد صلوا على محمد وعلى محمد وقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم صدقها وقال لها لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه ولكن احنا نكرمك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفكوا أسرها صارت حرة وأن يعطيها شب رسول الله هلقت أنطاها وأنطاها حتى نسيت كرم أبيها أعطاها من الغنائم من الإبل والبقر والغنام ما سدت بين جبلين هذه الغنائم سدت بين جبلين فلما أعطاها الغنائم أكرمها وخيرها قال لها يا عجبيش تبقين عدنا مكرم بعدها ممسلمة ترها بعدها مشركة خيرها قال إذا يعجبت تبقين هنا وأنت ضيفة عدنا يعجبت إن رجعت إلى أهلك ونبعثت مع المحارم قالت لا يا محمد أرجع إلى أهلي فلما أخذت الغنائم قامت تدعي لرسول الله ثلاث دعوات اسمع شون دعوات حلوة قالت يا محمد أصاب الله ببرك مواقعه يعني هذا البر إحسان لي سويت إلي إجي في محل أصاب الله ببرك مواقعه ولا جعل لك عند لئيم حاجة والله مصيب إذا واحد يحتاج إلى لئيم ولا جعل لك عند لئيم حاجة ولا سلب من قوم نعمة حتى جعلك السبب في ردها عليهم شكرت أخذت الغنائم وراحت راحت على أخوها قالت تعال أخي تعال تعال وين هنزميت تعال شوف محمد صلوا على محمد والي محمد لا أبوك ولا أي كريم بالعالم ما يلحق بالكرام ما يلحق تعال جابت لزمة بديين أخوها وجابتها اثنين هم الأخ والأخت أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول الله وإنك لعلى خلق عظيم اشتركوا في القناة